اشتركوا في القناة القرآن الكريم قدرة الله عز وجل درسنا هو درس استحفاظ ونحن نعلم أن درس استحفاظ مطلوب منكم أن تحفظوا الايات الكريمة وأن تفهموا معنها وتفهموا التفسير وكذلك تقوموا بحفظه وفهم معاني الايات بشكل كامل إذن القرآن الكريم وعظيم قدرة الله تعالى أين نحن الآن؟ استحفاظ الضلائة الحسية على قدرة الله عز وجل تفاوت المخلوقات وخشة الله عز وجل ماذا سأتعلم من درس اليوم؟ أن أتلو الآيات كريمة تلاوة صحيحة بتجوين صحيح وأن أبين عظيم قدرة الله عز وجل وأن أعدد بعض الدلائل الحسية لقدرة الله عز وجل وأن أبين أن العلم سبيل الخشية الكلمات المفتاحية لدرسنا لهذا اليوم مظاهر قدرة الله تعالى خلق الله وخشية العلماء الآيات نبدأ إن شاء الله عز وجل بالتلاوة النموذجية للآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ننتقل الآن إلى شرح الكلمات شرح المفردات معاني المفردات جدد أي طرق وخطوط مختلفة الألوان غرابيب سود أي جبال ذات صخور سود تشبه لون الغراب تجارة لن تبور أي لن تكسد ولن تفسد اصطفينا أي اخترنا مقتصد المقتصد هو المؤدي للواجبات والمجتنب للمحرمات إذن هذه معاني المفردات بعد أن قمنا بالتلاوة النموذجية